وصيرا على البساتنا بشوف ناجي وناجي هايدي مثلا كنت عم قلك انه في قصة بتقري عنا غير حقيقتها انا عشتها هالقصة يعني بعرف هيك تفاصيل التفاصيل كل القصة وما فيها باختصار كان بده الوزير جبران بسيل ناجي البستاني استاذ ناجي البستاني يكون معه بالتكتم استاذ ناجي عمره خمسين سنة بشوف مرشح ضد لائحة المعلم كما الجملات وتاريخ عريق بلغ وطلق إرسلان ويقام وهاب يا نحن وناجي يا مش رح نتحالف معا ورح خبرك سر ليل السبت الأحد بذروة الاختلاف حصل اتصال هاتفي بين الوزير جبران بسيل وسماحة السيد حسن نصر الله بموجب هذا الاتصال شفت هذا سالم زهران من يجب لطلق إرسلان ويقام وهاب موجب هذا الاتصال حلت عقدتين العقدة الأولى عقدة الأستاذ ناجي البستاني والعقدة الثانية عقدة الحزب السوري القوم الاجتماعي حلت على حساب مين بالكورة وعكار لا ما هو مكان ما بده يهون بالمختصر تيار وطن الحر بده ناجي البستاني معه بالتكتل ناجي ما بده طلق إرسلان ويقام وهاب كانوا راحين صاب يروحوا بلايحة يعني كثيروا لايحتين يشوفوا عليه حصل اتصال سبت المساء بين سماحة السيد وبين جبران باسيل وانحلت العقدة من شان المصلحة المشترك من شان تكون ليحة وحدة لأن الشيعة عندنا حوالي أربعة تلاف صوت بيقترعوا لما يتشوفوا ما راح يتفعل طمعا من البساتنا لا إذا نجح ويقام بيسقط الفراد إذا رسب ويقام فريد فريد أو الفريد بينجحوا اتنينهم يعني إذا بدك المععد الدرزي بيحدد هوية المععدين المسيحيين سالم هلأ كلنا مشغولين بالانتخابات مرأة الانتخابات بعد الانتخابات لون عجهنة ومنقولها مع ضحكة نحن شروا البلية ما يضحي طيب هالقوة السياسية كانت عم تتقاصم هالشركة اللي اسمها لبنان هلأ شركة فلسيت شو بدون يتقاصموا بعد رح تطلع برأس الموظفين اللي هني نحن والمشاركين بالأسهم اللي هني نحن ورح ندفع الدم إذا ما صار اتفاق إيراني أمريكاني كبير فيه بند اسمه تحييد لبنان عن الصراع بيعتقد حلتنا صعبة وما بقى يكذبوا عن الناس وقالوا وديعكم بخير فيه من أصل 140 مليار دولار وديع بعد فيه 7-8 إذا يا ست منا ما تعدى القانون الانتخاب وانعمل مجلس شيوخ للطوايف على القانون الأرتودوكسي سني بينتخب سني والشيعي والأرتودوكسي الأرتودوكسي والماروني ماروني عجناب وحده لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفة تصويت إلكتروني حتى بتفوت على الوبسايد بتنقم رشحات مش رح يمشي الحال طيب وإذا همد هالزلزال واتفق وكلهم متل ما نحنا كلنا متأملين رح يجي للبنان مساعدات وإذا قشت المساعدات رح تصل للبنان ولا رح تصل للجيب يعني شو الحال هذه أبشع كلمة أنا لو بكون صاحب القرار ببعت ورا صندوق الناد قال له طعا أنت ما تدينني مصار روح أنت عمال 3 معامل كأربا 4 معامل معملين لهو وانت يديرهم وسجل فاتورة علي بقصتلك